ومعنا النهاردة محاضرة قوية من أستاذنا مشهندس وليد عليوة أنا اتشرفت بالتعلم واللي عمل معه مشهندس وليد عليوة طبعا مغاني عن التعريف هو مهندس معماري خبرة 30 عام في مجال الهندسة المعمارية الرقمية وتطبيقات الأنظمة ومن الرواد اللي العمل في مجال الهندسة والشغل في شركات كتيرة جدا في دول مجلس تعاون خريق هو مؤسس الهندسة والسي او ودي شركة كبيرة في دبي الإمارات العربية والقاهرة والشغل في كمدير الهندسة في دار ونجا ارتكت بيم مانجر في سعادية ديار ان شاء الله في سعادية ديار اللي كان هو البيم مانجر وزهر فايز كان البيم أبليكيشن سينيور بيم أبليكيشن وفي ديمانشن انجينير في دبي كان الهدق في التكنولوجي دبارتمنت وزهر فايز بارتنر كان كاد مانجر في مصر وان شاء الله خبرة قوية جدا ومحاضرة ممتعة وان شاء الله مليئة بالمعلومات وكذا تكون لكل سيئة هلت مثال خير عالجميع وازاك يا عمر انا متشكر جدا على التقديم اللي انت شرفتني بها دي أن الناس تكون سمعاني أنا أظن أن الناس تكون سمعانية طيب يا رب كل الناس تكون بعد المشاكل بتاعة الكورونا دي تكون بخير حسب التقديم اللطيفة اللي أنا عمر دي أنا فاعل الحمد لله رب العالمين أنا مهان سمع ماري واشتغلت في أكتر من مكان في الخريج وفي مصر وكان مين لي كنت ببقى مركز على حتة والديجيتال ديزاين النهاردة عايز أتكلم معاكم في الحتة بتاعة البين بس من حتة التطبيق ده موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة وخلوني إن أنا في سلايد كده فيها بريف عني ومتالي ما فيش تقديمة أفضل من العمر قدمها لي مين لي من يوم من قبل ما تخرج كمانا أنا خريجي عن شب ستين وتسعين كان التارجيت بتاعنا حتة إزاي تحول ال لتعامل مع أو مع مشاريع ضخمة وتطلع الكواليكي بتاعتها عليك في كل مكان من اللي قدامكم دول أنا اللي اشتغلت فيه كنت على نفس الخط ده باختلاف التول اللي إحنا نستخدمه من أول AutoCAD وتطوير AutoCAD وأول ما الـ AutoCAD دخل فيه الـ VB وبدأ يبقى بتطلع بلجرامة بالـ الـ DWG لغاية لما بدأت تظهر اللي بيسموها هم كانوا بيسموها سعيتها Object Oriented Application بس هي ما كانتش Object Oriented أوي ولغاية ما تطور الموضوع في الآخر لـ كأحد برامج أحد البرامج اللي إحنا نستخدمها في المدري حصلت على الانشاهدات اللي قدامكم دي كتول وكابين مانجمنت وكاينفورميشن مانجمنت وبرضو بتدور في نفس الفلك في اللي إحنا بنتكلم عليه بس أنا من فترة من حوالي 12 سنة بدأت إن أنا اتولدت فكرة بيم رود كفكرة الأول وبدأت تتحول من 3-4 سنين لشركة مقراء هنا في دبي أنا بس أعمل هذا الشركة مقراء هنا في دبي التارجل الرئيسي بتاعنا والهدف الرئيسي بتاعنا إن إحنا إزاي نعمل بيم بشكل تطبيقي يعني زي ما السوق عايز وزي ما الكلاينس والستاكولدرز عايزين وزي ما المشروع عايز يعني التارجل بتاعنا مشروع مش نتكلم في طول إن أنا أستخدم ريفت أو أستخدم أركيكاد أو أستخدم أي طول تاني من اللي موجود ده حاجة وإن أنا أتارجلت مشروع بعينه حاجة تاني حتى في الستاكولدرز إزاي إن أنا أطوع على الستاكولدرز إن هي تكون تخدم من والسوق نفسه وتخدم الهدف اللي إحنا عايزين نروحه كنت من 2013 تقريبا كنت ببقى سبيكر في بيك فايف الفكرة ابتدت إن إحنا عشان نوصل للهدف بتاعنا اللي هو البيم بشكل تطبيقي وبشكل حسب ما السوق عايز فكان لازم نعمل توعية للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه وبالفعل الفكرة دي بدأت تصغر سمت 12 قريبا 2012 كنت بعمل سمينار في أتوداسكي نوريستي دي قبل ما يبقى مقرهم هنا في دبي كنت بعمل بيم دي كان اسمه بيم دي كان كلام ده في جدة تقريبا سالة 2012 فكان الفترة دي كانت اوتوداسك بتبوش قوي وبتضغط قوي على حتة عشان لنحية تسوقية إن هي تقول إن بيم هو رجلت فأنا كنت معندي اعتراض شريدة على الحتة دي ووصلت لهم الفكرة دي إن بيم مش هو رجلت لما بدأت حملة التوعية دي نعلم من السعودية لهنا في الإمارات فكنت بكون سبيكر في بيك فايف من 2013 و14 تقريبا في دبي وفي الكويت وفي كنت سبيكر فيه هنا الأول والثاني كمان وبلولا كرونا كنت المفروض كنا احنا رايحين كازابلانكا وكنا رايحين نيروبي كنا رايحين في أكثر من مرة الفكرة كلها إن أنا كان تعبني قوي حتة إن أنا أربط المثيديولوجي بتاع البيم بسوفتوير معين لنحية تسوقية فبدأت إن أنا وعي السوق الدنيا ماشية زي طبعا الكلام في بيم كتير قوي والناس بليها وجهة نظر كتير قوي بس أنا نكلم في الناحية التطبيقية اليوم طبعا أهم حاجة عشان إن أنا أشوف المشروع بشكل عام واحدد المثيولوجي معينة هطبقها فيه لازم إن أنا أتكى على حتة إن فين النقط اللي بيحصل فيها جابس في المشروع فين فين تضييع الوقت وفين تضييع الفلوس طبعا المشاريع أنا السلايف دي بتكلم على الجزء بتاع الديزاين في المشروع طبعا المشروع بالنسبة لنا لازم نحدد لما أشوفها بشكل بيم لازم أشوفها من ناحية الكلام هيطلب إيه وأعمل الكلام ده إزاي قبل ما المشروع يبتدي وبعدين أخش بقى في الحتة بتاعت الديزاين بروسس بتاعته وبعد كده أديفالوب الديزاين ده وبعد كده أنزل المشروع في الموقع ويشتغل أخلص أس بيلت أوبريشن أظن كلكم عارفيني القصة دي فهنا الجزئية اللي عندي دي فيه جزئية مهمة جدا من اللي بيضيع فيها أو مثال الحتة اللي بيضيع فيها الوقت في المسروع اللي هي حتة الديزاين من الـ concept لغاية الـ construction documentation مشكلة السوق أو مشكلة الناس اللي بتشتغل أو مشكلة زي خلينا نقول الـ old school اللي هما القابل البام إن هو كل واحد بيقى فاكر الـ stage بتاعته دي سواء كـ discipline أو سواء كـ phase من phase بداية المسروع بيعتبر ان دي كل المسروع which is totally wrong فـ curve الـ curve الأسود اللي بيقين قدامكم ده هو اللي بيبين الـ hadr بيروح فين الـ hadr بيروح من لما المسروع من phase لـ phase فبصة لأي نفسي لأني مش من أول يوم قلت هشتغل كمثال بـ software ايه أو هشتغل بـ standards ايه او هعمل data exchange ازاي فبتصل أحيان إن أنا من بتنقل من مشروع من phase لـ phase بقى كل اللي عملته وبتدين نلقه طبعا ده هادر فظيع وفي ناس كتير قوي ما بتصدقش كلمة إن الـ been process بيخلي إن المسروع ممكن إن هو يوفر 40% من الـ من الوقت بتاعه وبالتبعية التكلفة بتاعته كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هادر أو الطريقة القديمة بتخلي هادر في الايه في الفلوسوف الوقت. وبالتالي في الحتة بتاعت الـ design زي ما احنا شايفين في السلايد دي فـ تقول ما أنا من الأول عام من حدد الـ target بتاعي إن هو هنفترض هنا إن أنا construction documents اللي هي الـ audit الـ 350 فأنا ببني على موضل واحد وبعمل شغال على target واحد فالـ hater بيقل في المسروع. في عندنا مشكلة في الـ beam لغاية النهاردة ودي يمكن لأن احنا دي اللي خلتنا في beam road نبتدي نوجد مساحة للـ beam consultant اللي هو الخط الأفق الواصل ما بين client والconsultant والcontractor والoperator ألا وهي إن أنا إذا كنت هنا في مرحلة الـ design هقدر إن أنا أوصل للكيرف الأزرق وإن أنا أقل data loss فعدي مشكلة حقيقية وما زالت موجودة اللي هي إن أنا لما بدئل من consultant لcontractor معادة طبعا في مشاريع المشاريع بطر إن أنا ولينا بس بتشوفها كتير قوي بيتطر لكون consultant إن هو الموضل اللي عمل هو ما يدروش للcontractor قوي يطلع منه وياخده يعملها موضل تاني وساعات بتحصل كمان وفاجهتنا إنها بتحصل مع الـ operator كمان يعني عندي عايز اشتغل منه ولأزبت ده طبعا من الموضل طب ما انت لو عندك موضل اللي هتعمله development وهتخليه آآ رادي للف ام فدي المزاعة المشكلة دي مش مش محلولة وما زال الحل بتاعها اللي احنا بنوجده في ان انت يكون عندك هو اللي رابط الناس دي كلها بعضها بس قانونا مزاعة برضو الحتة دي موهمة اللهم إلا في بعض مشاريع المشاريع بتاع الـ design and build لان الـ design and build التسميع بتيجي او اللي بتعمد في الاول بيكون الـ contractor فهو اللي بيبتدي يليد الـ consultant لـ standards أو الـ methodology معينة زي ما هو عايز طبعا كلهم عارفين ان الـ model هذا model اللي هو اللي بنسميه الـ central point of truth أو الحقيقة المطلقة يعني او الحقيقة المركزية بالنسبة للمسلوم طبعا الـ target بتاعك الـ model والـ target بتحط انت كل حاجة هنا برضو فيه تركة مهمة جدا بالنسبة للناس اللي تشغل modeling ودي شفتها في ناس كتير هو الـ target مش لانا عامل model يعني الـ target بالنسبة لي مش هـ model وخلاص الـ target بتاعي ان انا هطلع منه ايه؟ يعني الـ هلو؟ سمعيني كده انا بتكلم ومعارفش ان انا سمعيني ولا لا طيب اوكي شكرا فاطمة اوكي طيب الـ target بتاعي ان انا ودي يمكن التحدي الكبير قوي اللي بيواجه كل الـ modelers او كل اللي بيشتغله في الـ BIM environment اللي هي بتقلب موازين التعامل مع المعلومة هنقول لها قبل كده في الـ old school ان انا بخلص الحتة بتاعتي وبشكرا واللي بعدها يبقى يشوف بقى هو هيعمل ايه؟ بتبقى كتير قوي في الـ M-A-B بتبقى كتير قوي في ان انا بيع المشروع في الاول كمنظور لطيف وانا مش درس في ايه حاجة فهي اه اه تمام تمام اه طول ما انا بفكر في حيث ان انا بطارجت اخر حاجة في المسروع بطارجت المسروع نفسه بعد بتعمل لي حسب ما الكريت عايز مني او الكاستمر بتاعي عايز مني ايه فعلى هذا الاساس ببني الموديل بتاعي ده معناه ان انا بشتغل من الاخر للاوي يعني انا بشوف التارجت ايه واروح لكم دي دي نقطة مبهمة عند الناس كتير ودي بتبني كويس قوي في الموديل في موديلز كتيرة بتكون جيالنا من نعمل عليها او نعمل عليها او حاجة زي كده وبصى لاقيت ان الموديل مليء بكمية و مليء بكمية مش برامترك تماما فهو الراجل ده بيشتغل باطوكات بيز يعني هو هو دي نقطة حطيرة ودي بقى تبتلي تهدر وقت يعني ده الحيت ريه تبتني تهدر وقت اه وتخلينا ما وقدرش اوصل لعين في المية توفير. هنا عايز اقول ان ال مو دي الحسب ما لعايز اروح فين حسب ما بياخد شخصياته وحسب ما بتتأمل. في نقطة تارية مهمة جدا ان انا لما بيجي مشروع او بشتغل في مشروع بعد ما جلمنا في الكلام ده. وبعد ما اقولها طبعا ما اعتقدش ان كل الناس بتتعابل مع المشروع بستاندرد يا جماعة في نقطة مهمة جدا. ودي كنت باحتلف فيها مع ناس كتير ايام ما كان اللي هو كده هو اللي موجود. كان باعتبر ان هو ده قرآنه. وهو ده ناشنالكاد ستاندرد قال كزا ناشنالكاد ستاندرد قال كده. عموما بتبقى عبارة عن بس بتفهمك الستاندرد بتاعك هتعملو ازاي. ولو انت في المشروع متحدد ان انت هتستخدم بشكل معين او متحدد ان انت هتستخدم معين او متستخدم معين او متستخدم معين اه ده الكلام ده بس انت بتضيفه يعني فيه فيه نقطة ما منوصل بتاعك الموضل بتاع المشروع الستاندرد بيقولش الكلام ده بس انت بتطبيقك ومن فهمك ومن فهمك بالطول نفسها الكلام ده بيقفع في الريفت ما نفعش بحاجات تانية مسلا بتقدر ان انت ايه تبني الستاندرد بتاعك. وتحافز على الموضل بتاعك على طول هو يعني فيه كيسز كتيرة مرينا بيها بتاعت وانت شغال انت بس لايه الكنتراكتور مثلا يقولك طلع لي دي دابل جي عشان اشتغل عليه حاجة. كلا معناها هو بيهد لك اللي انت بتاعمله. وانت برضو كرابل بتشتغل بيم لازم تكون عندك نوع من انواع اللي انت 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 هتترجت في الاخر بتاعك هتوفر له 40% من مش عايز استخدم كلمة ديكتاتور بس لازم تكون ناشف على كلاينت تاك لانه هو مش فاهم. يعني الفرق ما بين الدكتور والمهندس. الدكتور اسعد بكتير جدا لان الدكتور بيجيله المريض حياته عالم حق وبيقوله الحقني. فالدكتور بيقوله خد اكس من الادوية. فبيسمع كلامه بلايندلي. انما المهندس يعني مش مش محظوظ الحظ ده. لان انت بيجي لك كلاينت وبيفتي في شغلك. فانت لازم يكون عندك الخط القوي ان انت تقدر تدافع عن شغلك. لان انت في الاخر دي هكون اكتر واحد بحيلومك الكلاينت بتاعك هويفر. حيلومك الكلاينت بتاعك لما تبتدي تغلط او ما تقلوش 40% دول. ودول صعبة كما انت حاجة. احنا الحمد لله رب العالمين في بمرض قدامنا من احنا نحقق لالغربالي في المادي واكتر في بعض المشاريع بالاستخدام الافكار اللي انا بأقولوك عليها او هنتكلم فيها في البرزنتيشن ده. فانت على طول تحاول تخلي الموضل بتاعك هو البرامترق. دي المرة واحد. بيهلثي هلثي دي دي انتكلم فيها كمان شوية. ما تعودش تهري في الشغل او ان انت عودت لو انت وصلت الحاجة فيها ان انت خلفة على المشروع عشان يبص على حاجة دي معناها كده ان انت فشلت في تطبيق البن بشكل براكتكي انت النهاردة جالك على دورتايب غيرته غيرت الدورتايب ده غيره واطبع لان انت خلاص كل التاجزة غيرت كل اسكاليو هتغير انما الاف دي ده معناها ان انت بترجع بتاع بتاع الاوتوكاد ومعناها ان انت هتضيعها طبعا الدهاجرام ده مشهور جدا بتاع توفير بتاع اللي عاملينه الجماعة بتاع الالاقة ما بين القدرة على التوفير الوقت ده مستحيل يبطبق لو الناس ما خرجتش من بتاع الاوتوكاد ده مستحيل يبطبق لو الناس ما بصتش المشروع من الاخر للاول تحدي كبير انا عارف بس اه احنا بنقول للناس وبنقول في السمينارز بصوا يا جماعة ان انا ممكن اعمل واساوي وارجع القدرة على البامي خليني ارجع اخد بدري بس ده في حاجة ازا ان انت الله تكون له كلا ہے كل الكل التيم بتاع المشروع يكلم ويعيش بنفس ده بال Polic Proc. كتير بالناس ميتختلف في البام ده ايه ببلاك والبام ده احتنا قول له بعد كده methodology and process practical process العلم الهندسة اعوان خرج بالم equerians lightning لانه هو بقى كل واحد بوسط واحدة شغال. مفيش رؤية شاملة للمشروع. آآ وسبب مقاومة ناس كتير دلوقتي. لتطبيق منتلي كده. لتطبيق بم. ويقول لك الموضادة غالي قوي. الموضادة صعبة جدا. اصلا ما عرفتش عمليه لان هو مش قادر يخل بالكون بتاعه بتاع الاوتوكاد. الاوتوكاد كان بالنسبة له. بفتح البلان اغير اللي انا عايز هو اروح. وانا مش عامل مع اي حاجة ثانية. عندما ان انا اغير في البلان عشان ابقى شايف الوجهة اعمل ازاي. وسبشل واسكالي. وووك ثرو وفي ار والدوجه دي صعب. فهو بيبتدي من الاخر الاولي. بيحافظ على بتاع المشروع في المنطقة الرخيصة. احنا منطقة الاعداء في المكاتب وان احنا نعمل موضل واحنا عاديين في التكييف ارخص بكتير من المنزل الموقع. فكل الخبرات دي لازم تكون موجودة في دماغ الناس اللي بتشتغل واتطبق او بتعيش دنيا البم يعني. طبعا دا جرام دا معروف عند الناس كتير اوي. انا عايز بس اقول في كلمة. حتة ان انت يجي لك في الاول مش فاهم يعني اي اي ا 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 انتو بقى لكم عشر سنين بتحاولوا. كل الكونسلتانس بيحاولوا. كل الكونتراكتورز بيحاولوا. وكل احد ماشي في سكة غير التاني. فهو خلاص شكرا. انتو زي ما انت النهار ده عندك وعندك في المشاريع. فلازم يكون عن الاعوان ان يكون فيه مساحة لبين الكونسلتانس. ده الخط الرئيسي. ده هو فقيقي اللي هيدبط مبيين الكونسلتانس. 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 والكونتراكتورز. او الكونتراكتورز. والأوبريتور في الآخر. ويبينك الحاجة مزبوط. فطبعا انت النهار ده. كبين كونسلتانس. طالما ان انت الكلايت مع رشع ان ايه يا يار انت عندك التنبلس بتاع تو. وتقدر تفاهم يا رب. وتقدر توحيه في الحلطة دي. لو ارتفاعكو بقيت الاستاك هولدرز. ما عروفوش يعني ايه عاملوه. عملو. بتعرفو. وبتتعابق على عند عند كل الاستاك هولدر. تفاهم قصة ماشية ازاي. لان في الحالة دي مبقاش فيه هو اللي رابط ما بين كل المشروع به وبعد اوقت. في الحد اللي عربنا في بيرلوب. لابنا من احنا ننجح في الحتة دي في مشاريع عن بيرف أبو ظبي. واعتمدنا بالفعل في مسندق أبو ظبي. ومعرفين بالاسم في دبي من السمات دي بلدين دبي. ووجدنا مساحة للحتة دي الحمد لله رب العميم. يعني حاولناه ما عرفش اقولي ان الموضوع ده منتشر ولا لا. بس ادعي ان احنا اول بيم كونسلتنت ينزل اسمه على في مشروع. ده كان مشروع في مساحة فهو ظبي. ازا بيم كونسلتنت. بيم ساب كونسلتنت. ونزل اللوجو بتاعنا على وكنا متعمدين من الدفع من الكونسلتنت. المين كونسلتنت من هو عايز المشروع. بس احنا كلا نتبعنا نكون في الحتة. فقدرنا نوجد نفسها المساحة دي وقدرنا نوجد المنطقة بتاعة البيم كونسلتنت. البيم كونسلتنت زي ما كنت قلت بقول في دي هو اللي بيليد البيم بروسس في المشروع كله. ماشي زي. اللي مش عارف يعرفه. اللي عايز تعلم بيعلمه. اه. اله. وبيليد اله. وبيليد كل البيم مانجرز. لان البيم مانجرز ومن مدارس مختلفة. وما تيجي من السوق بقاله فترة مش القصة مش باينة بوضوح. فبتبص تلاقي ان البيم مانجرز مش شرط يكون كلهم عندهم رؤية بيم ورؤية ديزاين ورؤية يعني مشروع زي القصة دي. انا اكاد ان انا اقول ان الخبرات بتاعة البيم كونسلتنت هي عبارة عن خبرات تراكمية من حاجات كتير جدا. حد عارف يعني ايه مشروع. حد عارف يعني ايه project management. مش شرط يكون project manager. بس افاهم يعني ايه project management management يعني ايه عقد. يعني ايه standards. يعني ايه IT في بعض الحالات. تمام ان شغل شريعة 360. انت لازم تعرف الاكسز عامل ازاي ومين هي هي manage mean ومين. ويعني ايه document management. ولما بحط حاجة هتروح ازاي واشتغل live. هنشتغل upload وdownload بس. كل الخبرات دي. بتبقى خبرات تراكمية عشان تبقى بيم consultant. تبقى بيم consultant ما عندوش اي conflict مع اي حد خالص. لان هو بيشتغل ممكن يعني في بعض احيان بيشتغل مع competitors. بعد احيان competitors بيشتغلون البعض. لان ما فيش اي conflict of interest ما بين ال project stack owners يعني. فدي دي دي احنا بنطلع منها ال practicality بتاعتها. الحتة بتاعت الاجتماعات وال roles and responsibilities. ومين هيعمل ايه امتا. كل الكلام ده احنا اللي بنقدر بنريد فيه. وبنقدر بنحط خط عريض يربط الناس دي كلها ببعضها. ال common data environment. common data environment يا جماعة هي مجرد حتة تطبيقية لي يعني ايه project tree بس بشكل تطبيقي. بشكل matching مع ال process بتاع المشروع. وبالتالي common data environment هعملها ازاي? هعملها in house ولا هعملها يعني على نفس السيرفر ولا على سيرفرز مختلفة ولا هعملها 360 ولا هعملها عندي بعض الناس في اماكن المختلفة اا اكتر من sub consultant دي من نقطة مهمة. ال common data environment اللي بيحط المثيديولوجي بتاعتها سواء ال bim consultant او لو بيدي القصة دي لل bim managers كل واحدة هياخد الحتة بتاعته هيبتدي اتعامل فيها ازاي? اعرف اساس ان هو يامن المشروع بتاعه. واساس ان هو يامن ال risk design risk بتاعت ال design risk بتاعت المشروع. انا زي ما انا عارفين انا auto disk oriented. وفايل زي ما انا عارفين فايل حساس شوية. هنا نبتدي نتكلم عن حتة بتاعت الفايل الموضل to be healthy يعني. طبعا في امور كتير جدا طول ما الناس شغالة. لازم يكون في عندهم checklists يتشيك والمشروع الفايل ما اكبرش. الاكسيوشن بتاع المشروع لازم يكون معمول في data structure reasonable ان الفايل ما اكبرش قوي ومحتاجش ان انا جهاز ضخم جدا. لان مهما كبر جهاز وال data structure مش مزبوطة ولا هيفرق معك حاجة. ولا هيفرق اي حاجة. الفايلز اللي انا بكمل شغل على ال كال الفايلز يعمل لها import or linking. دي نقطة. دي import داي انا بعتبره كفر باين يعني اعمل import للكاد جوه جوه الفايل لان طبيعة لازم يكون برضو عارفين ودي برضو من الخبرات اللي بتكون موجودة عند المام consultant. وبطبيعة الحل لازم تكون موجودة عند المام manager لازم يكون عارف بتاع الفايل الفايل الريبيت كفايل عامل ازاي? وال data structure بتاع الفايل ال AutoCAD عامل ازاي? ال AutoCAD ده element application مش object oriented application زي الريبيت. ال application بتبص على الفايل بطريقة غير اللي بيبص عليها ال AutoCAD. فلما بخلط الاتنين ببعض بنتبتل تظهر لي مقاسي. مقاسي والفايل ممكن يضرب بمتاح الصورة. لما بتتبع بقى ال command data environment بتاعتي بقدر ان انا زي ما اعنا عارفين بقدر ال data رايح جاي بقدر ان انا archive الموضل في مراحل معينة من المسروع بلاس انه لما يكون شغال على central file في نفس المكان يعني على نفس السيرفر اللي بيكون عندي باكب على كل جهاز. ازا لوكل فايل بلاس الباكب اللي بيعملوا ال IT. فهي تأمين للموضوع وبقدر ارجع بسرعة ل الموضل بتاعي عند اي stage بتاعت المشروع. ال concept وانا شغال في المشروع ان ال data flow بيمشي one way. يعني انا شغال على مشروع على model model او model يعني انا عمري ما شتغلت على model واحد حتى في single discipline بكون مقسم الى اقصى درجة ممكنة بتبقى موجهاتها شوية بس بتخلي الموضل healthy اكتر. طلعت منه بعد كده BDF. ما عنديش مشكلة خاص بالBDF. المشكلة كلها بتققى في AutoCAD. انها مطلعة من model. انت بيجي لك ال client عشان يشدك comfort zone بتاعه. ال client او ساعدت والله بعض stack holders التانيين اللي بيشتغلوا معاك. طب استلاقي مثلا بتاع ال MB اللي هو wishes انه اخطر واحد. الحسن الموضل اكتر معمول عشان بتاع ال MB. طب استلاقيه يقولك تابديني للحاجة AutoCAD وانا هكمل عليها بعد هذا. طبعا هو كده سحبك comfort zone بتاعته. وبدأ يورطك. يعني في الاخر انت اللي بدأت تتورط كحد مسؤول عن الموضل هويفر. ليكون مسؤول عن الموضل يعني من مالجر اواتي. انت اللي بتقول. يعني بيج نو. اننا لأ. انا النهاردة لما اديك AutoCAD. لو هتاخده غطباهه خط BDF. انما هي ال stage 1. بتبقى اديني AutoCAD. stage 2. البنقة assignment مش مش مصبوط. stage 3. طبعا عدلي البنقة assignment. طبعا انت عملت روح في حتة عملت تحرق منها وتحرق فيها وقت. انت اللي بتتورط. وبعد كده هيعمل لك المقلة بحياتك ان هو هيقول معدل AutoCAD ومسلم زي ما مسلم وبتبقى انت الموضل بتاعك هو اللي ايه. يعني صاري في كلمة متخلف عن المشروع. ماشي ازاي. فلازم ان الشخص المسؤول عندي يكون عنده القدرة ان هو يقول. بجنو. لأ. ده بره بتاعي. وبره القصة ماشية ازاي. طبعا ان اللي مشتغلوا موديلنج. ولازم يكونوا عارفين كويس قوي. التول. انا هنا بكلم عن ريفت. التول نفسها بتبقى عاملة ازاي. يعني اولها ايه واخرها ايه. ايه الهوست بتاعتي. ايه الكمبورنس بتاعتي. الفيوز بتعامل معها ازاي. اللينكينج هعمل لينكينج ازاي. ديتمز. اخلي ديتمز. اللي هي اللي هي الليفلز انجردز. تفرض عن الناس ازاي. طبعا في ناس. اكيد من الناس اللي شغالة او اللي بيسمعونها دلوقتي اكسبرتز في اللي انا بقوله. بس لازم كل اللي شغالين يكون عندهم الحتة دي عشان ما يبتديش يخلق لك حل بيبعدك بعيد عن الخط بتاعك. اه ماشي ازاي. الانوتاشن ستكون لها لازم تكون على عد ما تقدر حسب طبعا من طبيعة الانوتاشن. لازم تكون اه لابل ده ولازم كلها تكون برامترك عشان ما ضيعش وقت في ان انا قلقل الحل عندي ان انا لف عالمشروع. لف عالمشروع دي كارسي. الديتيلنج اقدر اعمل ديتيلنج عادي في ناس كتير هاو تقولك الريفت ما بيقدرش يعمل ديتيلنج. لا ازاي بيعمل ديتيلنج. ازاي انا وشطارتي بقى ازاي يربط الديتيل بالثري دي بالثري دي بالثو دي من غير ما استخدم طبعا فيلد ريجون والحاجات اللي هي نان بارامترك. ازاي يلعب اللابة دي. ازاي يخلي كل بتاعي مزبوط كل ده بيوفر واحد. كل ده افكار بتوفير واحد. دي مهمة جدا. ان انا النهاردة وانا بدي كلانت بتاعي كلانت بتاعي يعلم عايز كزا. على عيني وراسي بس انا هسلمونك بالطريقة دي. الديتيلنج بالنسبة لي هي تبقى عاملة كده. الديتيلنج بالنسبة لي هي بقى عاملة كده. فده بيبقى بينك وبين كلانت بتاعك. ازاي ان انت الحكم بتاع. طب بس انتا مدتنيش تفاصيل كفاية. الفلاشنج فوق السطح. مش عاملهولي في في الثري دي. اللي لازم بيكون اللي كلاينت بتاعك فاهم ايه اللي بتعمل ثري دي و ايه اللي بتعمل ثري دي. و ايه اللي يعني مسلا فيه بره كلاينت كان بيطلب ان احنا احط له في الموضل اسلاك. كنتو بتماشي. ان احط لك الاسلاك ازاي. از ثري دي. انا بتكلم على ثري دي. فلازم بتاعك واعي وفاهم وانت ده دورك ان انت بتلش فاهمه. ايه بيتحطه ايه بتحطش. احنا في الاخر هنعمل شوية. هناخد بريج دقيقة وانت ومقاملين ايه. اه كوستشن انسرز ونجاو على ايه. الاسئلة بتاعت الناس اللي بتحضرهم علي. طيح. فانت لازم تكون محدى عندك الالو دي بتاعك عامل ازاي. وبرضه في نقطة وهمة جدا. فيه كلاينت كتير قوي باشفة ان انا كل ما عامل بالالو دي. كل ما التكلفة هتزيد. سواء تكلفة بتاعي لو هو اينهاوس. او لو بيم سلس او بيم سيرفز بروفايدر. التكلفة هتزيد لان انا بحرق عوقات الزيادة. فلازم دي برضو من النقطة اللي مطلوبة ان هي تكون فاهمة. الناس فاهمها عاملة ازاي. زي ما قلنا قبل كده برضو ان انا بالنسبالي الموضة اللي يبقى برامترك كل ما هو برامترك زيادة كل ما التكست في قليل والليبل كل ما هو يوفر معي وقت كل ما يكون حاطت كل حاجة في الكاتيجوري بتاعتها عشان تتحصر صح وعشان تبهيف تعمل او تبهيف صح مع بتاعتها ده بالنسبالي هيبقى لطيف. بالنسبالي هيبقى اوبتيموم. في مدارس كتير او تشتغل انا فاكر كويس او سنة 2010 كنا مختلفين جدا في المدرسة بتاعت الول اللي حيطة عندي بالنسبالي تبقى حيطة واحدة كور بس ولا تبقى كور وولز تانية منزوها عليها عشان تبقى عندي اكتر من 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 وول في قادرة احصلها كويس اقدرة ابلقى الموضوع ده تتتتبقى. انا بالنسبالي كنت صحب مدرسة ان الول وول. وول واحدة. يعني سواء هي اه 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 عليها ليه اعمل الول طايفز كتير. انا بالنسبالي اعمل الول طايفز كتير انا فيش مشكلة. لأ انا اكتر من مشروعي بقى عندي ليبري محترمة. بس انا بالنسبالي اللي كنت محتلف مع مع الناس اصحاب المدرسة دي في ايه? في حتة ان انا الول بالنسبالي عشان افتح الباب هيبهيغ مع الول واحدة فيه. هيفتح فيه وول واحدة فيه. طبع عشان احلها لازم ان انا ازويند وافتح وكات وعمل اوبريد تانية وعمل اه 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 هابز المجهود. المجهود مش بتاعت ما انا عملته بالوقتي. المجهود بالنسبالي بيبقى لو طب لو جالي تعديل طب لو الباب تتحرك من مكانه طب 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 كل ده انا اصرهاي نفسي بتورط في اهضار وقت اكتر. اثناء التشغيل بقى. اثناء المسروع هو شغال. طب عدلوقتي ظهر حاجات داينامو ظهر حاجات اه اه حلول تانية والناس فكرت في حلول تانية رائعة. بس انا بقولك على مثال ايه قدر يطبق على حتى الوضع الحالي في كيسز تانية. ان انت على طول الحال بتاعك لازم يكون بسس لاخر المسروع. كل كل فاملي في الكاتيجوري بتاعتها. في بعض بتبقى اه مش شرط تكون في الكاتيجوري بتاعتها. في الحالة دي بحلها ان انا سميها بتانية عشان لان مجح سورها بعد كده. لازم اكون ان انا فاهم الدنيا ماشي ازاي او لو ممكن او يكون عندي اه بيوكيو هطلعه بسوفتوير تاني. لازم اكون فاهم وشايف رؤية شاملة عن ايه المشروع. اه نقطة برضو من النقطة الخطيرة كويس اوي ان احنا وصلنا للسلايد دي. موضوع اللينكينج في الرب. ما عرفش اه الناس اللي بتسمعني اه بتشتغل من مدرسة اه الموضل كل على على فايل واحد. ولا بيعمل بريك داون الموضل. وبيعملو اه اه لينكينج ويبتدي يشتغل فيه عشان يخلي الموضل هلتي. ويخلي وفر في الوقت. اي نعم بتبقى لو مالهاش استراتيجي واضحة من اول من اول يوم. ودي بتبقى دور البيم مانجر او دور البيم كونسلتنت لو احنا بنشتغل على اكتر من مع بعض. فالسلايد دي انا ببايل فيها اللينكينج الفارق ببايل اللينكينج اه 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 او اه او اتشفت لان انا ما اعتقدش ان انا في في الموضل اللي انا كنت مسؤول عنها ان انا لا عملت الموضل كله على على موضل واحد ولا حتى عملت اللينكينج بطريقة واحدة. وبعدين في نقطة مهمة جدا ان ال بتاعة المشروع بتاعة الموضل وارد جدا ان هي احتلاف من يعني الموضل في الغالب لو بيحب يقطع او يقسم الموضل بتاعها في الغالب بيقسمه على المعماري لأ مش شرط الام اي بي في بيقسمها بالدور يعني كل دور مختلف على التاني. طبعا من كلامي ان ام اياك تنوب من الموضل او ممكن يجري او اكتر من شكل. ولازم يكون مارن بما فيه كفاية ان انا ممكن وانا سية لقصور في الرؤية ان انا متخيل ان المبنى هيوصل يبقى بالحجم او الموضل هيوصل للحجم ده والد جدا لازم يكون عندي المرونة ان انا اقدر اهد القصة اضنيها تاني في نقطة عيسي انا احقق حدة الايه المود اللي باهلت فيه يبقى حفيف. طبعا اه تمت عاللينكينج ده اه رائع وارا بحب اللينكينج وانطبع من من الجروبينج اه يعني الحاجة لو لو بالنسبة اكتر من ثلاث مرات بعملها اه لينك اسهل اه والتحكم فيها هيبقى اسهل ولما يكروها ان تيم شغال هيبقى اه الموضوع مارن اكتر. اه هنا اه فيه برضو نقطة مهمة البيباريز بتاعتي اللي هي اللي بكون شغالمين الناس اللي هما اللي باشتغل معاهم او اللي احنا بنقدم لهم اه 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 سيرفيس اه او 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 اه اه سواء او او ا 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 ولازم تتحط في الاعتبار لان لما بيتغير التاسك والتارجت في نص المشروع بيبقى مزعج جدا. بيبقى مزعج جدا للفلو بتاع الانفورميشن بتاع المشروع. خلينا افرقكم على شوية مشاريع احنا عملناها او شاركنا فيها. الكيوورد بتاعة كل مشروع عاملة ازاي او السر الخلطة بتاعة كل مشروع عاملة ازاي. ده الامب بس لمبنى مبنى سكني هنا في الامارات الشرقة. واحنا كانت بتاعتنا ان نعمل الامب ونحل المشاكل لان احنا بنبقى في بتاعة المشروع مش بنعمل موديله بس. وين طلع مني بتاعة المشروع بتاعه واعمل ازاي. طبعا ده الانفورميشن بتاعة الموديل ده كان غليط ما بين اه 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 بنتقسم فيه بعض السيستمز كتتقسمها بدور. وفي بعض السيستمز كتتقسمها بنص المبنى وفي الاخر ده بجمع ده في موضل وبتبتلي تعمل عليه الشغل بتاعك. وبتبتلي تعمل عليه الخلاش مانيجمينت او التاسك بتاعك اللي انت عايز تروح لها في الاخر. انا هنا حد بيت بس ابين الام اي بي بس كان عامل ازاي? احنا لان ده كان دي التاسك بتاعتنا. ده كان ده كان ديزاين ديزاين ديفالوبننت احنا خدنا لان احنا بنقوم بالدور ده كمان. اخدنا المشروع concept وschematicly MAP و structure. لان احنا مجدناش authorized ان احنا ما عندناش liability على على ال structure بالذات احنا مش main consultant ما عندناش liability دي. بس احنا بناخدها من ال consultant. و بنستق لما ده احنا بنحل الكلاشة عطول. يعني هو ده طالع الزيل وحنا شغالين بنحل الخلاشة عطول. الله ما ايه اللي حاجة تكون اه محتاجة من الكونسالتانت بنبتلي التناقش معاه فيها. وعملنا اه وطلع الاناتة بتباكت باكتش. وده المشروع ده نزل اسمينه عليه في ال اه هو نزل سايت دلوقتي نزل اسمينه على السايت بورد. از اه للمشروع. ده جزء كده لقطة من ال MB بتاع مستشفى. ده برضو نزل اسمنا عليه. ال MB بتاع المستشفى كان في اوزابي. وكان يعني احنا عملنا شوف دروينج MAB واركتكتشل وستركتشور وابناء واسبلت ومفروض ان احنا نعمله بس لسه احنا دلوقتي في مرحلة الاسبلت. فده شكل لان ده لقطة كده من التعقيدات ال MAB كان عامل ازاي? في طبعا الكلام ده كله ال MB بتاعه مزبوط. ال standard بتاعه مزبوطة. يعني كل ما هو لقع علاقة ب BIM as BIM standard already متغطية. وبالتالي يخلينا نقدر نعمل اي حاجة عايزين نعملها من الشرق اكين متبنى بالزبط. و VR walkthrough whatever. ده كان قصر برضو موجود هنا. ده تعمل في interior و VR و full package MAB و structure architecture. طبعا ال team اللي بيشتغل في القصة دي بيقى minor. لان احنا بيشتغل smartly not heavily. يعني حلولنا مش بالعدد. حلولنا بالفكر. بال methodology نفسها تبقى ماشي ازاي. بال interoperability بين ال team كله بال team كله متجانس مع بعضه ازاي. ده تاورين هو كان تاورين 41 دور و 39 دور. full tender package كان مع consultant. ده برضو كان طالع full detailed. في وقت تقريبا كان تلات شهور من team من اربع افراد وال MAB. اربع افراد بعمار اي جاي. وال MAB كان شركة تانية. وكنا بننصق معاهم. وكنا بنزبط ال standards وال data exchange والدنيا مش ازاي. شكل اللوحة اللي كان طالع عامل ازاي. يعني اللي يقولك ان ال BIM بيطلع لوحة مختلفة او يحتاج يعمل شغل اوتوكاد عليه. اختلف معاهم تماما. ده كان wall sections detailing everything كان طالع من من الموضل كان طالع من الموضل كان طالع من الموضل بتاع المشروع ده كان حوالي متكون من حوالي ستة وتلاتين تمانية وتلاتين متصب موضل. وكان طالع منه حوالي تسعمية لوحة تندر او بريدي او اللي هما بسموه مور كونترومنج الودي تري هندرد ففتي. ده برضو مثال تاني انا عايز اقول لكم هده كان كومبكس كده سكني على اقداري على محلات. ده كان في ده مثال الموضل كان بيتركب ازاي او بيتكون ازاي يقايد الحتة اللي كنت بتكلم فيها بتاعت ال data structure مهمة جدا في الموضل. انا كده خلصت وانا جاهز لأسئدكم لو عايزين تسأله في اي حالي. انجزاكم لو كل فرقش من تسأل فشوح. لو في اي حد عنده اسئلة بس يعمل رأس هنت? لو في اي حد عنده اسئلة في اي حد بيسأل هو اي الفرق بين ان انا ادي له الملفات كاد او بدي اف? ادي على مين? هو عطاكت السؤال كان اسمنا محاضرة. اه هو نجاوب على السؤال بشكل عام. هو انا النهاردة ان انا لو بحسلم للكلاينت بتاعي سواء كونسلتنت او كونتراكتور ده بياباين في الاول انا هسلم له في الاخر هسلم له اي من انا في الاخر ادي له موضل لانه هو الاونر بداع الموضل. فاللي انا كنت عايز اتكلم فيه ان انا مش هو انا اشغال في النص. الكنتراكتور يجي يقول لي مثلا اديني كاد. لازم اكون فاهم او مفاهمه ان الكاد اللي انت هتاخده ده هتاخده one way. يعني هتاخده مني اي تعديل هتعدله عليه. عايز تس ممكن اديلك دنا لعف. اهو عايز ممكن اديلك نيفي سورس اه اه انما ان انا يا احزاره من الحيطة بتاعته ان انا ادي اي حد فالتيم بتاع المشروع كاد وهو يكمل عايي شغله هو كده فصلك او غلطك او فصلك عن الاستمرارية بتاعت الايه الموضل تفلومنت بتاع المشروع ده كان ده الجاعة هاي. تمام شونت. وحد بيسأل هل في اشتراطات معاناة البلدية في دبي لتسليم البيم موديل? اه ده سؤال مهم جدا. احنا في سنة اه الفين وانا علاقتي ببلدين دبي علاقة يعني اه بتبتدي من سنة الفين وحداشر. الفين وستة بتبتدي بقعها في ايه ترانسميت. ما كانت لسه فيه بيم ما كانش في اي حاجة. وبعد كده بدأنا نتكلم في موضوع البيم وعرف كل فرقه اللي موجود هناك. هو الغيب دلوقتي بلدية دبي قالت بيم ومعاملتش حاجة. يعني هو اللهم الا من سنتين بدأوا يعملوا حاجة اسمها دبي بيم او حاجة زي كده ان هم يبتديوا ارفعوا الموضل يترافق على الكلاود بتاع البلدية وبتدي هم يعملوا عليه بس الموضوع لسه ما خدش يمكن كورونا اخرت شوية لان هم قبلها كانوا بتعاون معنا نحن نقول نحن نعمل البلدية بس الكورونا اخرت الموضوع ومحصلش حاجة. الاجابة على السؤال بالتحديد حتة البلدية بتاخد بتتسلم البلدية ايه? ما زالك بتسلم البلدية بتعمل ابلود بلدية دبي بتحديد. بتعمل ابلود DWF وبتسلم PDF وكاد على معرفة. بس ما لهمش اي علاقة بالموضل هو ساعد يشترط منك موضل بس اي حد بيمضي على ان هو هيسامل بالموضل بعد من النشرة يخلص بيقباله الحل ده. سؤال عن البرامل ما بين الريفت والاركيكاد من حيث سلاسة العمل والتكلفة. وتفر كان الموضل معمول بايه? طالما انت مراعدش فيه اللي احنا بتتكلم فيه ده. هاد على جنب الحتة بتاعت اي من اللي بيسأل السؤال ده. اه. هاد على جنب الحتة بتاعت ان الريفت له اه كاركتريستيك معين والاركيكاد له كاركتريستيك معين. الاركيكاد له مهوره ولو ناسه. وبدأ ان هو يدخل معان الوقتي. القصة دي بيتحدد في بيحددها الكلايند في الياي عر الاول. والاكسكيشن بالان بتوضح القصة دي ما يفرقش خالص. السوفتوري اللي هيشتغل ايه طالما ان انا بعمل مزبوط. وطالما فيه من التيم مزبوطة. ما فيش اي مشكل. كل برنامج فيه حسناته وعيوه. ايه موضوع انا عمل من الموضوع من السؤال الكلاود. ماذا بتشغره. اه قليل لسما. والله يا موضوع الكلاود مع البيم. البيم تري سكسي النهاردة بدأ ينتشر بمشاعة كبيرة. والبيم تري سكسي بشغل اخطر من طريقة. اه. 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 من البيم تري سكسي ما مشتغلتش انت عندك السوفتوري اللي بتشتغل بيه. كطرف من الاطراف يكون عامل ازاي. انت طبعا بتعمل ابلود وبتعمل على الكلاود حسب اللايسنس بتاعتك عاملت ازاي. وهو رخيص كمان مشغالي. بس اعطاق انه هو اه مشاريع كبيرة بتستخدمه. والمشاريع اللي هي اه. 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 احنا بنستخدم تري سكسي. اعنا نجدها تري سكسي بتاعنا نسعاد بندي للمشاريع انكلودينج جوه المشروع. الـسيتس تتوزع على المشروع او واتيفر. فا اه. اه. ادي طريقة للشغل عن بعد. بس الشغل عن بعد. الشغل عن بعد يعني. وبطريقة بطريقة كلاود. يعني. اعتقد ان المحاضرة حسما عمر قال لي تبقى موجودة على الفيسبوك لو حتى داخل اتأخر يزال اسمعها من الاول. ليه اعمل طيب اشتغل الموضل عطول في ريبت ورايك صح جراك مظبوط ايمان تكلامها مظبوط ان تشتغل الموضل عطول انا بتكلم في حالة لما يكون مش كل الديسيبليز بتشتغل الريبت فدي دي ساعات الواجهة المشكلة في الحتة دي فاكيد من الناس نص اللي عادين بتكلموا انجليزي وفي حد تاريخ بيفهم فرنساوي بس فلازم يكون لها حل في القصة في الحتة دي الموضل رندر صوفتوير لغين والله انا بشتغل انسكيب وبشتغل عطول في ناس بتشتغل مدرس مختلفة وحسب ما فيش عموم اه هو الافضل يعني لو احنا جينا قلنا اي افضل طريقة اي افضل برنامج دي مش ده مش يعني سؤالي جاوب عليه بس هو السؤالي جاوب عليه اي افضل طريقة اشتغل بيه او اي افضل اي افضل كومبينيشن بتشتغل بيه في القصة دي انا تقريبا بحاول اجاوب على كل الاسئلة انا ما اشتغلتش واركيكان كتير اتفرقت عليه بس واركيكان برنامج على فكرة ممتاز ممتاز بس هيا زي ما قلنا دلوقتي ان القصة في قصة ازاي با كون التيم بتاعي كا سوفتويرز ازاي با كون التيم بتاعي يعني في كتير قوي مشاريع فيها ستيل ولازم اشتغل فيها يعني ستيل ريزارينر او ستيل كونسلتر هشتغل تيكلة هنعمل بقى التوليفة دي ازاي ونعملها ازاي هنا هنا القصة. انا كده بتاعي او بتاع اسئلة انها شايفها دلوقتي ياريتني تقابل في دبي تحت عمرك او ما تيجي دبي يكلمني. اه عموما برضو الويب سايت اللي موجوده ده ده الويب سايت بتاع بمروض وهتلاقوا تلفون بتاعها عليها. كمان يعني لو حاجة عايز. شون صح من عنده سايب. شون صح بش مهندس عمر الله يزيد خضلك. بش مهندس وليد الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا على محاضرة الكويسة يعني انت عطيتنا افكار كتير طيبة من شغلك يعني من اسرار عملك. الله يزيك الخير انا بسميها. بس سؤالي ما هو عن الناحية التقنية بقد ما هو عن اسلوبك في الماركتينج يعني هذا هلأ بزنس جديد خلينا نقول ما هو مقبول من كتير من بالبروجيكت يعني شلون الطريقة اللي انت عم تقدر تقنعن في هل هي لاني امور مطلوبة فهلني محتاجه عملك ولا انت عم تروح برو اكتف وبتفرجي الادد فاليو يلي هو رح يحصل علي من تطبيقه للبيم. شلون الاستراتيجية بتوجهك. يعني انت عطيتنا مثال حضرتك عن مساندة ومساندة فيها يعني شركات كتير كبيرة وانترناشنال. فانا بشوف انه كتير كويس انه ما شاء الله انت تدخل وتعمله مشاريع مع مناسب بسمية مع هيك كبار. فاشلون الطريقة اذا ما كان عندك مانع هيك تعطينا شوية افكار. يا ربي يخليك. يا ربي يخليك. الله هي بص هو لو جاي لك الكلينت ده مقبور ان هو يشتغل بيم لحد ما بيبقى دورك سعيد لطيف تمام لو كاذا الاثوريتي فرضة يعني هو التركب مساندة او النقطة ان المساندة اشترتت يكون في بيم كونسلتنت يعني انت النهاردة كونسلتنت جايه وبتقول اه انا عندي بيم يونت اهل المسهلن الكنتراكتور عنده بيم يونت اهل المسهلن لا ايه انا عايزين بيم كونسلتنت وعملنا اختبار وامتحنونا وعصرونا عصر يعني واحنا شغالين يعني لما شافوا المنتج في الاخر كانوا الصراحة مبسوطين جدا يعني وسمحكم اشعرين مع الكونسلتنت بنعمل دي زان في لبن فاسببتنا حتة ان البيم كونسلتنت بيشير في التكنيكاليتي بتاعت المشروع البيم كونسلتنت ده هو برا عن كونسلتنت عادي جدا بس عنده رؤية شاملة رؤية من خبرات كتير اقويق مش خبرات مشاريع خبرات علوم اه وفي نفس الوقت قدر يطلع حاجة اه ابهارة الناس الحتة بتاعت ان انا انك تزاعت تبين اه اه تعمل تسويق القصة بتاعتك بتبقى صعبة في الاول بس احنا في وقت دلوقتي الى حد ما اه اه الطف كتير من عشر سنين فاتوا اه بتضطر ان انت تتنزل بعسعارك وتضطر ان انت بتعمل سامبلز وتضطر ان انت بتبطري تعمل اسم في السوق عشان تلناس تقول اه دايما فعل وتسبت حتة 40% دي لو مقدرش تسبت 40% دي ودي اغلبها توعية يعني كنوهاو وصوفتوير نوهاو كلنا عندنا الصوفتوير نوهاو انما اغلبها توعية ومساء المحلول دي يقولوا انا عندي مساء المحلول اهو انا عملت ده فتقدر تقيس عليا فبتري ان هو يجربك يعني دلوقتي نعم نعم اعود ان انا اكون محجابة تعال السؤال يعني اعطيك العافية شكرا جزيلا يا رب يخليك يا رب يخليك اهو الريفت مش برنامج تصميم ده سؤال اه الريفت برنامج موديلينج اند انفورميشن مانجمت لو انا هطوعه في حتة التصميم في الاول اهلا وسهلا يبقى انا شاضر بعرف ان انا اعمل اه برامتريك ومع الداينامو كابين دلوقتي بقى ادرار اعمل برامتريك اه موديل واخد عليه قرارات وطلع منه امشي فيه بعد كده الدروس الطبيعي بتاع المشروع على خير وبرك خير وبرك فانما هو مش سكتشوب مسلا وممكن استخدم سكتشوب في الاول او استخدم فورمت بتاع اوتو ديسك انا في الاول الكونسبت بالنسبة لي بغاية الرأي فيه كتير اول فاستخدم اي برنامج يحقق علي الكونسبت وعبطي نطور بعد كده برنامج تقني شكاية بس القصة ما بتبقاش او عملش data lost في حت النص ايه تاني ريفت وروبوت حلو الروبوت ما هو عشان الكالكوليشن بس مش كل الحيطة بتعتمده وفيه عندك فيه برامج حسابية او الكالكوليشن بس يسيبون عندك نسخ اصلية سواء ريفت او البرامج ديه انا الدينامو بالنسبة لي انا براجرامر عديم فالدينامو بالنسبة لي بقدر احط الكونسبت بتاع البرنامج او الحاجة اللي انا عايزين عمبرنا ازاي عايزين احاعمل ازاي وبوضح دي لناس شغالة او حد من اللتيم عندنا بشتغل في الدينامو برسم له بتاعتيه عملة ازاي وبعد كده اخد منه الريزلت اللينا مستنيه وهو تطلع كده انما الدينامو كان داينمو انا مش مطبع حي الاوي في الدينامو كا mintation انما اشتغل الدينامو بس انا عارف هو يطلع ايه وعارف اطلب ازاي من التيم بتاعه احنا جاوبنا عليها. ما عرفش انا كده اود ان انا كن. السلام عليكم وشمانس. عليكم السلام. اه لو سمحت امتازو حكم نوجة نزرك ايه اللي بيوصل الى ان حد يكون شغال بالمور بالريفت او بالطريق بيم عم متن. وبنوصل لمرحلة البنك انه احنا نرجع فجأة نشتغل كاتو دي تيل. الله عليك الله عليك. سؤالك رائع. اولا في نقطة مهمة. انت بتاعك انت هو شغال في الشركة مثلا. والكلاينت بتاعك بقى مديرك. او مدير المشروع. طول ما انت بتخلي بتاعك ساتسفايد. طول ما انت هتمشي الطريقة بتاعتك. هي المشكلة ان انت. وطول ما انت بترجع يعني من اشهر النقط اللي كنا بنواجهها في الفترة دي. في الفترة اللي هي في الاول. ان انت بتاع اللوحة مش عاجب الكونسلتر. او الشخص ما صحيح. طول ما انت بترفير بتاعك. البيانت ملوش تستاندر في البريزن تشن. بس انت بترجع للناشنال كات، هل هو اللي مسمون عن مضوع البرزن تشن. وان انت تخلي بتاعتك والانوتشنز بتاعتك تبقى بتفولو سهلة مش صعب. انت امت الكلانت بتاعك او المدير المشروع بتاعك يجي يقولك لا احنا نرجع زين نرجع كاد لا وهو لا الحلول اللي عندك مش حلول براكتكال. او انت استخدمت طرق تخليك عشان تحقال اللي هو عايزه كان مثال بسيط مثلا كيها بيصال بسيط مش ان انت عملت حاجة مش برامترك. والتالي عشان تعدلها محتاج تجري على المشروع كله تلف علي. خلاص كده هيقولك لا رجعني. انت فردت الرول بتاع تلبم نفسها ده. وانت رميت نفسك في المنطقة بتاعه هو كده بيعتدي اخد القرار اللي هو عايزه. فهي وشوفنا كنام ده كتير. يعني في مرة من مرات كان مدير مشروع وكان مش حابب خالص. معين انا اشتغلت معاك كاد واشتغلت معاك كاد منجر. ولما بقيت منجر في شركة تانية يعني اشتغلنا فيها. فهو كان مزعوب منزعك جدا ان الحاجة ده اطلع. يقول لي ايه كاد ويه رابط. وفي الاخر طبعت له المشروع لما لقى ان المشروع بتاعه عالي جدا وقدرت اطلع له منه. والسكشنز. بالانوتيشنز بتاعتها. هو افتكر ده كاد. قال لي ايه بها ده قلت له ايه ده الريفت. قال لي خلاص يبنشغل. فانت طالما بتساتسفى الكرانة بتاعك. وتخليه بقى ماشي في الحتة بتاعت انه ما يجركش الكمفر زون بتاعته. خلاص يبن انت تنقع. هو ده التحقدي الحقيقي. صح صح. الله انا وعليك. بصراحة محاضرة جميلة ومعلومات قيمة انا سعيد جدا ان انا كنت موجود في محاضرة. يا رب يخليك. انا اللي عسى الله. شكرا شكرا. في حد عنده اي سؤال تاني. انا في يعني الويبسايت بتاعنا بتقدروا تخش عليه. صفحة I think صفحة النيوز. هتلاقوا فيها اللينك على اليوتيوب تشانل. وهتلاقوا فيه برضو بلوغ موجود في بيبين البنيفتس بتاعت البم عند كل آآ ستاك هولدر. شاركوا فيهم واهلا بيكم. وحتى الويبسايت لما تخشوا عليه لو عملتوا آآ سبسكريبشن في الويبسايت. انت كده بت بتتسجل نفسك في البيم روتيم هيجي لك اي انانسفة احنا بدي عملها بعد كده. طيب السلام عليكم. عليكم السلام. آآ زيك شوال سيء. ما شاء الله المحاضبة جميلة جدا. ما شاء الله ربنا يا كريمك يا رب. يا ربي. آآ الله يخليك. انا سأقالي بس يا بشمهندس. انا دلوقتي لو انا عايز اعمل بيم يونت آآ كونسلتونت. البيم يونت دي اقدر آآ اشتغل بها آآ وخلي كل يبدأوا يشتغلوا. بس انا عايز بيم يونت تحدد او تخلي ترسم الطريق يعني انا عندي مثلا في مهندسين شغالين. معظمهم شغال ريفت. بس اه كامبليمنتيشن للبروسيس في اه في ديزان ستيجيس عمتا دي محتاجة اما موجهة نظري برضا انا بقولك اللي انا اه عايز اعرفين. ان هي محتاجة بيم يونت يقدروا يرسموا للناس الطريق. هل ده هيمشي من خلال البيم مانجر والبيم كوردينيتور. والليد مسلا ديزاين دي في كل كونسلتونت. ما هو انت اللي بتقوله ان انا عايز بيم يونت ترسم للبيم يونت الطريق. آآ لا انا انا قصدي انا قصدي ان انا آآ البيم يونت دي المفروض مسلا. الاول الاول خلي انا عرف يعني ايه بيم يونت. بيم يونت دي يعني جروب من المهندسين بيشتغلوا بموديلينج آآ تول ويعرفوا يعني ايه اللي احنا قلناه في المحاضرة دي. تمام. تمام. البيم بيكون الليدر بتاعها في الغالب بيكون البيم مانجر في الشركة دي. او اللي بيرسم الرود ما ده. البيم بتاعة بتاعة الحتة دي لو كبيرة او لو الشركة كبيرة آآ والموضوع معقد جدا فبيحتاج حاجة من اتنين. يعني ان هو يستعين بيم كونسلتنت زي لان هو هو البيم كونسلتنت في الحاجة بيبقى هو البيم يونت بتاعته. تمام مزبوط. تمام او ان هو يبتلي ان هو يستعين برضو بحد عنده بيم كونسلتنت يعني يجي يرسم له البيم يونت دي. يجي يرسم له الرود ماب دي. سوري. يجي يرسم له الرود ماب دي. ودي بالجملة ان احنا شركة نعمل لها الرود ماب بس. انتو تشتغل ازاي. تمام. طيب اه اه فضل. اود ان انا كن اه اسأل انت. او حضرتك اه طبعا الكلام اللي حاجاتك قلته اه طبعا صح مية في المية يعني حتى ده اللي انا كنت بحاول اه يعني اه اه ده تقريبا اللي انا فهمه يعني او ان انا يعني بستنتجه. اه بس انا مسلا اه اتحطيت اه في مشكلة قبل كده في مشروع. اه اه الفكرة في ايه? اه اه عشان موضوع اليونت ده اه البيم يونت ازاي انا بقول لحرك عليها. اه كان المشروع فيه تحديات كتير قوي وكان فيه مشاكل كتير قوي في الموديل مبنى كبير جدا. وكان فيه اه لينكينج برضو زي ما حضرتك اه كان فيه للموديلز. اه وكان فيه مشاكل كتير جدا. المشاكل دي احنا مكناش عارفين مين المفروض يبقى مسؤول عنه او مين اللي يرسم اه 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 الروض للناس بتعمل ايه تشتغل في ايه. المفروض يعني اه برضو اه على على حسب يعني فهمي ان اه مسؤول مسلا ان هو بيرسم الامبليمنتيشن وكذا. بس كتفصيلة في الموضوع بقى سايح. احنا احنا انا بقيتش عارف مسلا هل هو الشباب المهندسين في الاقسام هم اللي هيليدوا الموضوع ده? ولا هل المفروض ان هو اللي يبقى مسؤول عن الكلام ده? الحتة دي بتبقتيها. انا انا بس انا عايز على. اقول لك في الاخر الحتة دي بتبقتيها ليه? مشكلة في اي شركة ان هو بيجي بيعيد ترتيب الاوراق في الشركة كلها. اللي فوق بيبقى تحت واللي تحت بيبقى فوق. والناس بتبتدي تقول هدول هما بيتطبقوا الكلام ده عشان هيمشوا نص الموظفين. وتبص تلاقي حد كبير قوي في السن يقول لك الشباب الصغار هتعلمهم حاجة. انا دوري ضعيف. فهي الموضوع ايه? يعني ايه مينتلي اكتر او او سوشيلي اكتر. تمام? عشان. احنا احنا في النتيجة دي انا عانيت من الحتة دي كتير قوي. تمام? فوصل بيئي الحال ان انا اتكع حتة البيم كونسلتان. فانت في المشروع اللي معك ده يعني اه لو انت في جيت في وقت بالعواد الاستعان ببيم كونسلتان هو اللي بيشيل الهادك ده كله. وبما ان هو غريب عن المكان هو محدش بيعمل معاه التحديات اللي انت مرت بيها. تمام. تهمني? مفهوم طبعا اه طبعا. هو كان الموضوع اصلا يعني اه هي الفكرة برضو ان المشاكل اللي حصلت دي ما كانتش يعني ما كانش معمول حسابها من البداية. يعني هو مسلا انا شغال في لوكال كونسلتانت هنا في الميدل جيست يعني. مم. وكان معنا اه الديزاينر من بره. مم. وبعدين المفروض ان الديزاينر هيدينا الموضل في في مرحلة معينة وهيوقف واحنا هنكمل بقى اه الشغل بتاعنا. اه اه في مرحلة بقى من المراحل اكتشفوا ان لا الديزاينر المفروض يكمل معنا للاخر وبيعمل للفساد مسلا. وللسيلنج وللفرنيتشر وهكذا. لكم كده? في الانتيريور مسلا. والمفروض ان هو يعملها. واحنا اصلا اورادي بدأنا يعني بدأنا اشتغلنا في في التفاصيل بقى بنطلع مفتطات. دي غلط. دي غلط. بالزبط. المفروض. اللي اتا بتقوله كموديلنج. ممكن اصتغل في المشروع. انا مسك الكور. وفي اه حد تاني شغل مسك الفساد. شغل جدا. بنتيش اي مشكلة. بنتفق على حاجات في الاول. بالزبط. هي مشكلة. هو لو كانوا متفقين على الكلام ده من البداية كان الموضوع هيبقى سهل جدا. بس بالوقت بقت المشكلة بقت ايه? ان الشباب شغلين. والمفروض ان انت بيجي لك الموديل اوبديتد. ايه. لازم. طب هتعمل للموديل اللي انت اشتغلت فيه. وهكزا هتفضل كل اسبوعين بتلاقي نفسك بتعمل نفس المشكلة. هو طبعا انا حلتها يعني او احنا حلناها يعني ان احنا عملنا لينكينج اه يعني شلنا الفساد والسيلينج والا من الموديل الاساسي. وبقينا نعمله كل اسبوع اللي بيجي من من الحل. اه من انت بعد كده لما اجي لك مشروع ازا كده معاك الويب سايب بتاعي ابعتلي اخش بام كونسلتنت اخلص لكم الموضوع. اه طبعا. احنا لنا الشرف يا انده صلى الله عليه. يا ربي خليك. على فكرة برضو برضو للشباب اللي حضرين احنا المفروض اه لنا تواجد في القاهرة اه بعد العيد. يعني احنا لنا مقرر في القاهرة بس المشكلة انه هو اتبرد بموضوع الكورونا. فهو اه بعد العيد احنا موجودين معانا مشاريع في مصر. والمفروض ان احنا اه كنا شغلين على اينا نبتلين ان اينا للمكتب القاهرة. موفق دايما يا مش مهندس ان شاء الله. يا ربي خليك يا ربي خليك. شكرا. جزيكم اللي كل سورة بشي حضرتك على ساعة صدرك وعلى المحاضرة الرائعة. يا ربي يخليك. انا كده تمام كل كل الناس تمام. طيب مع السلامة. تمام تمام. وسلامة لجميع وربنا وفاك كلكم. مع السلامة. جزاكم وفاك كلكم. مع السلامة.